المشاهدين الكرام أهلا بكم وضعت اشتباكات مخيم عين الحلو التي اندلعت قبل أكثر من شهر بين حركة فتح وجماعة جند الشام موضوع السلاح الفلسطيني على طاولة النقاش توازيا وضعت استراتيجية معالجة قضايا الفلسطينيين على طريق إقرارها في مجلس الوزراء أفق العلاقة اللبنانية الفلسطينية بين نار عين الحلو ومعالجة قضايا اللاجئين من خلال رؤية لبنانية نناقشها مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن أهلا بك دكتور عبر شاشة الغد أهلا وسلم بداية مع أحداث مخيم عين الحلو التي لم تنتهي فصولها حتى اليوم هل من تطورات بشأن إنهاء هذا الملف تسليم المطلوبين بعملية اغتيال اللواء أبو أشرف العرمشي؟ يعني طبعا بداية نحن ننطلق من اجتماع الأمس لهيط العمل الفلسطيني المشترك اللي اتخذت قرارات بتشكيل قوة مشتركة لتنفيذ عملية مداهمة مشتركة بين جميع فصائل الهيط العمل الفلسطيني والقوة الإسلامية لجلب المطلوبين داخل المخيم مع الإشارة إلى أنه جهود عملية الحس على التسليم بطريقة سلمية مازالت مستمرة حتى الآن وهناك يعني بعض المؤشرات التي نستطيع أن نقول عنها إيجابية لتجنب القيام بتنفيذ أعمال ميدانية في منطقة تواجد المطلوبين بعبر استخدام الأول لكن يفهم من هذا القرار دكتور أنه تم استنفاذ كل الوسائل السلمية لتسليم المطلوبين لا حتى الساعة هناك جهود لتسليم المطلوبين بطريقة سلمية وهناك نقاشات معمقة مع كل بيئة المنطقة المتواجد فيها المطلوبين لإقناعهم أن هناك شيئا ما تغير فيما يتصل بالواقع عين اللبناني وفلسطيني لا يجب أن الجر لا مخيم عين الحلوة ولا جوار اللبناني لأي تدعيات لاستخدام الأول نحن لدينا تصور مرتبط بموضوع المطلوبين بشكل عام وقضية المطلوبين بأحداث عن الحلوة بالفترة الأخيرة وهذا عرضناه نحن على القوى الإسلامية بشكل خاص عبر لقاءات أجريناها في داخل المخيم على مستويات متعددة نحن عطينا أولا ضمانات متعلقة أولا بالدعاءات لبعض المطلوبين أن الدولة اللبنانية عندما كانت تستلم مطلوبين كانت تتعرض لهم بالإزاء والضرب ووضعنا إليه وضمانات متعلقة بهذه المسألة النقطة الثانية هي الدعاء بعض المطلوبين أن هناك بعض الملفات الملفقة ناتجة عن تحيات كايدية نحن عطينا ضمانات أن أي تحقيقات تجرى فيما يتصل بأوضاع هؤلاء ستكون خارج إطار أي كايدية أو أي معلومات ملفقة النقطة الثالثة هي مرتبطة بأماكن التوقيف لأنه فيه كمان ثوابق للدعاءات بعض الموقفين أنهم تعرضوا للإزاء في بعض أماكن التوقيف كمان نحن عطينا ضمانات في مسألة هذا الموضوع هذه ضمانات دكتور بحال تم تسلم أنفسهم بشكل طبيعي صحيح وأيضا الضمانات المرتبطة بالمحاكمة مرتبطة محاكمة شفافة وعادلة وقانونية ضمان وضع العائلات الموقفين أثناء عملية التوقيف وحتى استعداد الإنروا ووكالة الإنروا لتغطية نفقات المحامين لمتابعة أوضاعهم أثناء عملية المقاضات المتعلقة بالطبيب من الموقفين وأنا برأيي ضمن هذا الظرف هذه مسألة التي تحل إشكاليات كبيرة لماذا لم يتم إنهاء الموضوع على هذا الأساس؟ لأنه فيه جزء من بيئة المطلوبين كانت موافقة على هذا الطرح وبقيت مجموعة أخرى وهم بالمناسبة يعني بدي أشدد على شغله أنه مسألة المطلوبين في مخيم عن الحلوة في التعمير والطوارئ اللي هو حيان يعتبروا خارج مخيم عن الحلوة هو المنطوطين مش بكلهم فلسطينيين المطلوبين يعني فيه جنسيات مختلفة لمطلوبين هربوا نتيجة أحداث من المتعددة إلى من بينهم اللبنانيين من بينهم اللبنانيين وأنا بقدر أكد لك أنه حتى القصم وأنا هم بدعوا يعني أهلنا وشعبنا الفلسطيني اللي موجودة هناك أنه الجنسيات الأخرى غير الفلسطينية اللي موجودة هناك متورطة بأعمال كبرى مش بس بقلب مخيم عن الحلوة لديهم ارتباط بكل الأحداث الأمنية الكبيرة اللي صارت بالبلد من اغتيالات من أحداث كبيرة مرتبطة بالبارد من مرتبطة بالأوضاع بسوريا من شبكات الإتجار بالبشر وتهريبة للقتال في مناطق متواجدة فيها مجموعات إرهابية موقف الدولة من المطلوبين لذلك نحن بالنسبة لأن هذا الموضوع خط أحمر الآن الآن يجب أن هذا الملف بصورة عاجلة وعدم يعني ليس فقط المطلوبين بعملية اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إنما كل المطلوبين في منطقة التعمير والطوارئ الآن مسألة الأولوية هي المطلوبين في قضية اغتيال أبو أشرف العرموشي وهناك عملية استغلال لواقع معين في منطقة التعمير والطوارئ عملية استغلال من هؤلاء الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة لإفشال المبادرة لإفشال الجهود أنا أحذر وأدعو وأنصح شعبنا الفلسطيني المتواجدين في كل عن الحلوة وفي الطوارئ وفي التعمير أن ينتبه لمسألة نشاط هؤلاء أو هذه المجموعة الصغيرة التي لا تشكل من المخيم إلا مجموعة صغيرة جدا 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 ولديها ارتباطات ونحن نحذر من الأجندات المشبوهة التي تمتلك وجهات التي تحرك يبدو وكأن هذا الطرح التي تفضلت فيه دكتور غير قابل للتحقيق اليوم بما أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك أصدرت هذا القرار اليوم الأولوي هي لجلب المتورتين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي من خلال مداهمة كما قلت حضرتك هل ما هو موقف الجيش من هذا الموضوع؟ هل هناك دور للجيش اللبناني بحسم هذه الظاهرة؟ من البحثة طبعاً اللي بدأت فيه الاشتباكات اليوم الأول للاشتباكات الدولة اللبنانية بكل مؤسسات بما فيها الجيش اللبناني كان عم يتابع الأحداث وعم يتابع كل المساء المرتبطة بهالموضوع بنمط من التعاون المشترك والمكسف طبعاً خلينا نرجع نقول ونأكد على نقطة أساسية أن التعمير والطوارئ خرج مخيمة عن الحلو ونحن نشدد على مسألة يعني هناك خرار لبناني بيه؟ أن عدم التسليم ونحن نعرف عن شو عم نحكي عدم التسليم سيذهب بنا إلى عملية يعني إطباق مشترك على المجموعات اللي عم تهدد أمن المخيم وأمن الجوار اللبناني وأطمئن أيضاً الفلسطينيون في المخيم واللبنانيون في جوار المخيم أن هذه العملية لن يكون لها أي تدعيات كبيرة ستكون محصورة وموضوعية لأن الأساس أنه لا يوجد مناخ لتفجير وقع المخيم هناك وحدة موقف فلسطيني دور الجيش دكتور باسل بهذا الموضوع بالتحديد ماذا سيكون؟ الجيش لديه مطلوبين أيضاً الجيش في المنطقة وهناك مطلوبين متورطين بدماء فلسطينية ودماء لبنانية وأيضاً مطلوبين بتنفيذ عمليات ضد الجيش يعني جزء كبير من مطلوبين هل سيدخل الجيش اللبناني إلى مطقة التعمير والطوارق؟ نحن حتى الآن نعتمد وواسقين من قدرة القوة التي ستشكل من هيئة عمل فلسطيني على تنفيذ ما هو مطلوب منها في مسألة المطلوبين بقضية أبو أشرف العرموشي وأيضاً مطمئنين لنقطة تانية أساسية هي وحدة الفصائل الفلسطينية لتنفيذ مشترك لهذه العملية والقوى الإسلامية معهم وعندما نصل إلى مكان يحتاج فيه هؤلاء إلى مساند من الجيش في هذه المنطقة عندنا نتحدث وهناك أليات للتعاون أساساً هي قائمة ما شكل هذا الإسناد؟ طبعاً يعني الإسناد هو متنوع يعني يبحث في حينها بين المختصين من الجيش اللبناني حول أليات تدخل هل هناك ضمانات عدم انفلت الأمور داخل المخيم عين الحلوي؟ معروف أن المخيم هناك أيضاً أحياء يوجد فيها مجموعة تنتمي لشباب المسلم أو مجموعة إسلامية أخرى هل لديكم ضمانات لعدم امتداد بحال حصول هذا المعركة الخاطفة أو الحسم السريع في منطقة التعمير والطوارئ عدم امتدادها إلى داخل المخيم؟ نعم هدي أربع عناصر أساسية لنوفر سئة بأنه في ضمانات العنصر الأول هو موقف جوار المخيم من أهلنا وشعبنا في صيدة النقطة الثانية هو أحدث الموقف الفلسطيني وكل فصائل هيئة العمل الفلسطيني والقوى الإسلامية النقطة الثالثة هي التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة اللبنانية وسفارة دولة فلسطين وهيئة العمل الفلسطيني المشترك النقطة الرابعة هي التصور الواضح لآليات التعاون في سبيل أنها هذه المسألة أنا أحذر لأي جهة سواء في الداخل أو في الخارج أن الزمن الذي كان يتم فيه العبس بواقع اللجوء الفلسطيني في لبنان انتهى هناك وعي ونضج لبنان الفلسطيني مشترك سيمنع من تنفيذ أي أجندات مرتبطة بعبس العبس ببيئة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال ولدينا كل الإمكانية المشترك اللبنانية والفلسطينية للقضاء على أي أجندة مرتبطة بواقع لماذا لا يتم تسمية؟ يعني خلينا نقول نحن أنه هذا الموضوع المسائل يعني قيد المتابعة وبحيز بحوزة المعنيين ولدينا ما يكفي من المعطيات التي تؤكد أنه هناك استهداف مباشر لواقع الجوء الفلسطيني في لبنان وهذا نحن سلمناه كمان لأكشف سير زائلات كمان في مجموعة من المتورطين بعملية إرهابية الذين ينتمون إلى تنظيمات متطرفة وإرهابية من اللبنانيين من منطقة شمال لبنان موجودين بهذه المنطقة كمان هني عم يضغطوا باتجاه معاكس في قلب المنطقة أنا أدعو مجددا شعبنا الفلسطيني وأهلنا الموجودين في هذه المنطقة أن ينبذوا هذه المجموعة وأن لا يسمحوا لها بأن الدخل المقيم في واقع صعب أنا هون عم بشير بهذا الموضوع إلى مجموعة لبنانية من شمال لبنان هربت نتيجة أحداث واعتداءات سابعة على الجيش اللبناني وتورطة بعمليات إرهابية في لبنان بأحداث متنوعة وأيضا هي متورطة في عملية اغتيال أبو أشرف العطموشي هل لديكم خوف بانتقال التوتر إلى منطقة شمال لبنان بما أنه هناك عدد من المطلوبين كما تحدث من الشمال؟ مدة زمنية محددة دكتور لإنهاء الهداء؟ نعم نحن بالنسبة لألمة ما فينا نحط يوم محدد ولكن المهلة قصيرة يعني لا يمكن والقرار سيتخذ بشكل مشترك قصيرة أيام يعني؟ طبعا نحن نحكي عن أيام نحن طبعا وكل الخطوات التي عملت من اجتماع هي تعمل فلسطين المشترك الذي اتخذ فيه تصور مرتبط بالمهر الزمني التي أعطيت لرابطة علماء فلسطين ومجموعة من القوى الإسلامية التي يحسس على تسليم المطلوبين سلميا إلى الاجتماع الأخير بالغد هذا كان منصق بشكل كامل بين الحكومة اللبنانية وباننا وبان سفارة دولة فلسطين وقيادات فصائل الفلسطينية في الوقت فهم من التضييق على بعض الشخصية الفلسطينية داخل المخيم وكأنه هناك عدم تعاون وتحدثت حضرتك عن تعاون من كل الفصائل هناك تناقض أنا على المستوى الشخصي خليني يقول كمان أن عدد من قيادات القوى الإسلامية أنا ألتأت فيهم شخصيا بداخل المخيم أنا أقصد مسؤول أقصبة الأنصار الشيخ جمال خطاب الممنوعين اليوم من الخروج من المخيم أنا أعلمت بالمساياة بالتطورات الأخيرة لما تعلق بيه مقيل عنه بأنه تضييق واقع المخيم الأجهزة الأمنية اللبنانية لديها ما أدى بها إلى اتخاذ قرارات لحماية أو عدم تعرض أو عدم فتح المجال لأي عملية اعتداء إضافية تؤدي إلى الدخول في عملية أخرى فهم وكأنه نوع من الضغط على القوى الإسلامية لأيضا تمارس دور أكبر في عملية التسليم لا مش ضرورة لأنه القوى الإسلامية هي كانت قوى متعاونة في موضوع التسليم وهذه المجموعة القوى كمان تعرض للتهديدات من قال بأنه هو مسألة العلاقة بالضغط عليهم هي مش بالضرورة تكون ضغط بالعكس لحمايتهم بعملية التنقلات والدليل على ذلك أنه بالأمس هيئة عمل فلسطين رغم أنه هن لم يحضروا ولكن بلغوا هذه الهيئة أنهم جزء من الحل وجزء من أي قرار يلتخذ دكتور كان ملفتا دخولك شخصيا على هذا الملف ودخولك أيضا إلى مخيم عين الحلوي ولقائك مع عدد من المطلوبين وأيضا لقائك مع القوى الإسلامية مختلفة داخل المخيم شاهدنا سابقا أحداث في مخيم عين الحلوي واشتباكات أيضا لجنة الحوار كانت بعيدة نوعا ما عن الأرض عن تدخل مباشرة على الأرض يعني لماذا أنت موجود على الأرض شخصيا اليوم هل هي من ضمن صلاحياتك كرئيس لجنة الحوار لبناني الفلسطيني أم هناك تكليف آخر نعم لا في مسألة علينا إضاحة لأنه دائما هناك سؤال حول التفويض المعطلة لجنة الحوار ما هي المهام التي تقوم فيها لجنة الحوار لجنة الحوار يفترض أن تكون لجنة صيغة من أجل القيام بأهداف محددة بأبعاد مرتبطة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان ووضع على سكة التفاهم على المستوى الفلسطيني للبناني القضايا التي تحدث والتي تحصل في المخيمات هي جزء مباشر من مهام لجنة الحوار ولجنة الحوار تقوم بمهمة استشارية أساسية لدولة رئيس الحكومة وللحكومة وكل مؤسسات الدولة التي تشتغل فيه مسار أو الموضوع المرتبط بالملف الفلسطيني مضاف لهذه النقطة أن رئيس لجنة الحوار هو يرأس لجنة معينة أيضا من دولة رئيس الحكومة اسمها لجنة اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا اللجئين الفلسطينيين فيها 13 من دوب عن 9 وزارات رئيسية من بينها وزارات خدماتها منذ تأسيس لجنة الحوار هذه اللجنة موجودة لا هي تمتع تشكيلها بوقت تعيين رئيسي يعني تعيني أنا بالعمل يعني بال2021 نعم شكلت بموازات اللجنة من 13 من دوب عن 9 وزارات فيها وزارات خدماتية وفيها وزارات أمنية من ضمن وزارة الدفاع أيضا ولدينا من دوب من وزارة الدفاع في إطار اللجنة ونقيم بشكل مشترك استنادا إلى استراتيجية استراتيجية الدولة فيما يتصل بملف اللاجئين الفلسطينيين وضعتهم استراتيجية لمعالجة ملف أو قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من بين طبعا الموضوع الأمن هي من أربع محاور السياسي والأمني والحقوقي وموضوع الخدمات والحوكمة في داخل المخيمات الموضوع الأمني بما أنه اليوم وكأننا في شبه معركة صامتة حتى اليوم في مخيم عين الحلوة موضوع السلاح اليوم دكتور يعني مع كل حدث أمني يطفو موضوع السلاح الفلسطيني إلى العلن ويتم الحديث عنه وعن ضرورة إما تنظيمه أو سحبه اليوم ما هي ضمن استراتيجيتكم التي وضعتوها كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع وهل هناك نقاشات تمت مع الطرف الفلسطيني في هذا الشأن؟ الاستراتيجية مرأت بأكثر من إذا بدك تفحص ضمن إطار مؤسسات الدولة على مستوى السياسي على مستوى الأمنة وعلى مستوى قدرة الدولة على القيام بالتحرك فيما يتصل بهذا الملف ما هي الترجمة العملية دكتور حتى نكون يعني إذا ممكن نكون مختصرين بالأجوب لذيق الوقت الترجمة العملية لموضوع السلاح كيف سيتم التعامل معه وفق أي آلية؟ نعم أولا الألية هي الحوار المباشر مع كل فصائل هناك رؤية لبنانية وضعت مشتركة لبنانية فلسطينية واحد من أهم اتجاهاتها كان الموضوع السلاح فلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخل المخيمات هناك اتفاق على هذه المسألة استراتيجية هي الإجراء العملي لما تم التوافق عليه في إطار الرؤية اللي هو؟ اللي هو مسألة السلاح خارج المخيمات عمتوا إنجازت بهذا الموضوع بموضوع السلاح خارج المخيمات؟ العديد من الفصائل الفلسطينية بدأت عمليا بإجراءات عملية فيما يتصل بسلاح خارج المخيمات طبعا سلاح داخل المخيمات دكتور هي هذه العقدة الكبيرة واليوم عينا الحلوة هو نموذج كيف سيتم التعامل مع هذا السلاح؟ بالبداية خليني أقول أنه النموذج اللي يتشكل ونحن نشوف الأمور بأبعاد استراتيجية دعنا نقول النموذج الذي تم تشكيله بالأمس عبر القرارة التي اتخذته هيطعم الفلسطين المشترك في السفارة الفلسطينية بالأمس عبر تشكيل قوة مشتركة هو نموذج أول للمسألة المرتبطة بآلية التعامل مع مواضيع السلاح في داخل المخيمات يعني تشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة في المخيمات؟ هذا نموذج أول قائم على عملية التفاهم تحت سقف الشرعية الفلسطينية تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية يحمل المخيم أو المخيمات بشكل عام وزر وجود هذا السلاح داخل المخيمات وتفلطه طبعا لكن إذا ما أردنا يعني إعطاء نموذج عن هذا الموضوع مخيم عين الحلوة لليوم تشغيل أحداث فيه هو مخيم مغلق بجدار الجيش اللبناني متواجد على نقاط معينة وعلى ما داخله يفتش الداخل والخارج منه السؤال كيف يدخل هذا السلاح على مخيم عين الحلوة؟ المسئولية هي دائما تقع على الفلسطيني ألا يوجد مسئولية لبنانية في هذا الموضوع أيضا؟ لماذا لا يتم الحديث بشفافية في هذا الموضوع؟ نحن خلينا نقول أنه بالبداية هذا الواقع منه واقع الآن؟ هذا واقع عمره 75 سنين واقع اللجوء الفلسطيني عمره يعني 75 عام هذا الـ 75 عام فيه كثير من التطورات والتحولات والأضايا اللي أدت فيما أدت إله إلى واقع انتشار اللجوء الفلسطيني في لبنان واقع المخيمات طبيعة إدارته اللي أنت بتعرفي أنه إذا بنرجع فيه للزاكرة بنعرف أنه هذا التراكم أدى إلى ما أدى إليه الآن في الواقع الحالي اللي عم نشتغل نحن عليه هو إعادة النظر في كل هذه المسألة من باب المسؤولية المشتركة وبالتالي نحن نحن نحكي عن مسؤولية مشتركة بالمعنى الإيجابية مش مسؤولية مشتركة بالمعنى السلبة أي أننا نتحمل المسؤولية لأننا ارتكبنا كيت وكيت وكيت كالبنانيين وكالفلسطينيين تقصد المسؤولية المشتركة فلسطينية ولبنانية؟ في عملية تغيير هذا الواقع هذه المسؤولية المشتركة الإيجابية وبعتاد أنه الآن وصلنا إلى أرضي مشتركة كلبناني وقف الفلسطينيين ونقدر من خلالنا نطلق لبناء المسارات موضوع التمثيل واحد من العنوين التي تضمنها استراتيجية هي الموضوع السياسي التعامل ما بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين من هي الجهة المخول التعامل مع فلسطينيا هل هي السفارة الفلسطينية أم هي منظمة التحرير؟ لا يمكن أن يتوفر لنا تمثيل مرتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأن نتجاوز هذا التمثيل ونذهب إلى إليات مغير الأفضل أن نذهب باتجاه تمتين هذا التمثيل وتعميمه تقصد العلاقة بين الدولة اللبنانية وصفارة الفلسطينية؟ طبعا هذه مسألة أساسية نشدد عليها ليس هناك من مصلحة للبنان إلا من خلال حصر العملية التمثيل في سفارة دولة فلسطين لكن المنظمة هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين هي المظلة لللاجئين الفلسطينيين في العالم ونحن حوار قائم حولها المسألة في موضوع لم يحسن موضوع التعامل الرسمي ما بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين هل سيكون على مستوى السفارة ديبلوماسيا أو على مستوى منظمة التحرير خدماتيا؟ مسألة هذه تحتاج إلى مزيد من النقاش جارية الآن ما بيننا وبين عملية تنظيم هذه المسائل برأيك بموضوع الحقوق دكتور هل يجوز الربط ما بين السلاح الفلسطيني وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ هل هي مقايدة؟ هل هي عملية مقايدة؟ أبدا أن هذه جزء من ارتباسات التي تأحيطت باللستراتيجية وكأن المسألة هي مسألة مقايدة مسألة الحقوق للاجئين الفلسطينيين ليست مرتبطة بأي مقايدة وأيضا مسألة السلاح ليست مرتبطة بأي مقايدة هل ميشي على مسار بدمن إطار منهجي مستقل لقضية الحقوق لبنانية فلسطينية وكمان مرتبطة كيف بدنا نربط هذه المسألة ونحن ننتظر انتخاب رئي الجمهورية لتنطلق الأليل التشريعية هذا تشريع هل هذا يعني أنه لا يوجد تفاهم مع جميع القوى السياسية اللبنانية حول هذا الموضوع بتحديد؟ الحقوقي؟ لا القضية الحقوقية إلى الآن نحن نتقدم بشكل إجابي لأننا نضع معايير لماذا قضية الحقوق هي قضية أساسية لماذا عدم ربط قضية الحقوق اللاجئين الفلسطينيين بقضايا اللجوء في العالم ومسألة النازحين عن أي حقوق نتحدث بالتحديد؟ نحن نحكي عن حقين أساسيين بالدرجة الأولى راح التملك والعمل بشكل أساسي وطبعا في حق ثالث اللي هو طبعا عم ياخد نقاش هو حق تشكيل الجمعية موضوع حقوق الفلسطينيين ليس جديد في لبنان أو طرحه ليس جديدا لكن لم يتم التوصل إلى خلاصات أو إلى إجراءات عملية فيه ما الذي تغير اليوم؟ الآن نحن استراتيجية تم تقديم نسخة عنها لدولة رئيس مجلس الزراء لتبنيها قريبا في الحكومة وأيضا نسخة عن مشروع القانون الذي تم العمل عليه مع أحد الكتلة البرومانية لذلك ليس يكون مشروع قانون هو اقتراح قانون اقتراح قانون من كتلة نيابية ولن يحال مجلس الزراء للمجلس النيابي من عشرة نواب ولكن نحن بذات الوقت درسنا لمشروع القانون بشكل ما يتعرض مع مقدمة الدستور وتم تسليم نسخة عن مخترح القانون لدولة رئيس مجلس النواب أيضا لإبداء رأيه ويشوف الأفاق المتعلقة فيه بالفترة الجاية خصوصا أنه هذا يجب أن يتزامن مع حلول مرتبطة بأزمة البلد السياسية علاقتكم مع الأنروا اليوم كيف دكتور؟ نحن علاقة نحن في شراكة مع الأنروا وتقريبا كمان حتى استراتيجي الموضوع من قبلنا في ناقش دائم بين نوبين الأنروا حقول آليات تبنيها وتنفيذها بشكل مشترك لماذا لم يتم افتتاح مقر تمثيل للأنروا؟ هذا الموضوع كمان فيه ما هي الإشكالية؟ ما فيه إشكاليات يعني الإشكاليات السابقة المرتبطة باتفاقية المقار تم تجاوزها الآن عبر النقاش المرتبط أو المستند لتغير في الديناميات متعلقة بطاعة الدولة اللبنانية مع قضية اللاجئين الفلسطينيين هذه حتى تؤدي إلى مسار تاني مرتبط هل هنا قرار أو بعد؟ لم يتخذ القرار بهذا الشأن؟ هل هناك تفاهم مبدئي على مسألة إبرامة تفاقية المقار الأنروا أطلقت نداء بـ 15 مليون دولار ونص بعد أحداث مخيم عين الحلوة برأيك هل من المنطق اليوم أن دول المنحة تقدم مساعدات للأنروا وللاجئين بطبيعة الحال؟ في ظل وضع ما زال حتى اليوم غير واضح ولم ينتهي؟ لا، نحن بالبداية نحن كنا بالنداء وقعدنا مع المنحين كنا أكثر من جالسة ونحن قالنا للمنحين أنه قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يتم التعامل معه بصورة استراتيجية كونه الآن هناك تصور استراتيجي مرتبط بقضايا اللاجئين وبالتالي 15 مليون دولار رح يجو لخدمة تواجه استراتيجي مشترك سلاسي الأطراف الحكومة اللبنانية الجالبة الفلسطينية والأنروا وبعتقد أنه خلال الأيام اللي جاي بعد الحسم المرتبط بقضية عن الحلوي حنأخذ اتجاه مرتبط بموضوع تمويل تمويل الأضرار وإزالتها في مخيم عن الحلوي وخصوصا أنه عنا قضية أساسية ما ما حكينا فيها اللي هو مصير 6000 طالب في مخيم عن الحلوي استراتيجية تتحدث عن أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى اليوم ماذا تعد اللاجئين الفلسطينيين ربما هي المرة الأولى منذ تاريخ إنشاء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يتم التعامل بهكذا جدية مع هذا الملف هل تعد الفلسطينيين بأن هذه استراتيجية سيتم تنفيذها على الأقل بما يخص حقوق الفلسطينيين لكي يعيشوا بكرامة في لبنان مع الإشارة بأن الفلسطيني في لبنان يضع في الاقتصاد اللبناني شهريا 45 مليون دولار في الموازنة وفي الدورة الاقتصادية اللبنانية ماذا تقول أنا طبعا بكل تأكيد أعد شعبنا الفلسطيني بأننا نعمل بكل جدية وكل صدق وكل تصميم من أجل تغيير من واقع الحال وأنهاء معاناته على الأقل في المعانات المرتبطة بالقضايا البداية حقوقه الأساسية مقاصد عيشه الرئيسي والأساسي وبالتالي نحن مصممين على أنهاء المسألة بالقضايا اللي فينا نحلها بالطريق القريب المدى نحن بدأنا في هذا المسار ونتمنى في النهاية تحقيق العودة للشعب الفلسطيني إلى وطنه إلى حين تحقيق هذا الوعد سنقوم بكل ما هو مطلوب منه من أجل انهاء معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان شكرا جزيلا دكتور باسل حسن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على هذا اللقاء مشاهدين الكرام شكرا لحسن المتابعة وعلى اللقاء